يكثر الحديث عن الثورات المضادة مع كل ثورات حدثت منذ الثورة الفرنسية وهذا الذي يتردد في ليبيا، سوريا، اليمن وغيرهما من الدول التي جرت فيها الثورات مصر، تونس، ويجري الآن الحديث عنها في الجزائر كما جرى الحديث عنها في السودان حيث أنه كلما تحدث ثورة إلا ويطلع تيار يقول لك هنا ثورة مضادة ما هي الثورة المضادة؟ الثورة المضادة هي دائما تعني أن النظام الذي ثار ضده الشعب أيضا أعلن ثورة ورجع ترى هذا الثورة المضادة مشروعة أو غير مشروعة مدام أنت مشروع لك تثور ضد النظام والنظام هذا تسقطه وبعد ذلك يعود طيار آخر يعمل على الرجوع إلى النظام بالنسبة له أيضا أمر مشروع يقوم بهذا الفعل هذا هو لكن في المشهد الجزائري هل هناك ثورة مضادة؟ لأنه هذا الذي يكثر الحديث عنه المشكلة أنه مش يتحدث عنه بطيار مثلا في الحركة الشعبي هذا طيار معروف من أيامات عن طرزوابر لا مش هذا فقط يتحدثوا عليها العسكر يتحدثوا على ثورة مضادة نعم كثير يتحدثوا على الثورة المضادة خلينا نرجع إلى المشهد الجزائري في الحركة الشعب عندما بدأت بوادر العهدة الخامسة في ذل خلاف حادث داخل بيت النظام وحتى شفتوا لما جاءوا أعلنوا ترشيح بوتفليقة وحضروا يحيى أنذاك كانت وجوههم متجهمة والمعلومات التي توفرت لدي كانوا يرونها أنها مجرد مغامرة لم يكن يجري أي اتفاق عليها خرج الشعب الجزائري لأن الشعب الجزائري كان رافض للوضع يشوف رئيسه على كرسي متحرك لا يتكلم في ظروف بائسة كل المعطيات تتحدث بأن هناك عصابة عائلية فيها السعيد بوتفليقة ومن معه سيطروا على الحكم يسيروا البلاد صار هذا الأمر مش مخفي راهوا في دوائر معينة يقال في نادي الصنوبر أو يقال في الأوراسي أو في الهيلتون أو شيء من هذا قبيل صار يقال فيه معروف لدى عموم الجزائريين في الجزائر العميقة توصل إلى قرى وأرياف أنا ذاك تتحدث لهم من يحكم الجزائري يقول لك السعيد بوتفليقة وجمعته هذا صارت معروفة لذلك عندما تحرك الشارع في البداية كان تحرك الشارع بحذر كان يتوقع أنه لأجهزة الأمنية أو الجيش يقمعه ولكن كان الأمر عكس ذلك تشجع الشعب الجزائري خرج عن بكرة أبي الجيش أنا ذاك إنحاز للشعب وتعرفوا ماذا حدث في تلك الفترة خرجت مجموعة فيها السعيد بوتفليقة وتوفيق وجماعة أرادوا تأسيس مجلس رئاسي كانوا هكذا حابوا حاولوا حكاية تمديد البوتفليقة حاولوا بعض المحاولات ولكن كانوا يطبخوا في تحت قضية مجلس رئاسي مجلس رئاسي هذا مش فقط من طرف أفراد من النظام نفسه بل اتصلوا حتى بناس في الخارج ومن بينهم أذا كانت على لندن تصلوا به وفق لهم وهذه قلتها مرارا وتكرارا ولم يتجرأ هذا الشخص على تكذيبه المهم تصلوا به دار واحد سيناريوهات على أساس أنه رايح للسفارة وما إلى ذلك بش يجيب الجواز كلها سيناريوهات هنا كانت عبارة عن خلية لإجهاض الحركشات هذه الخلية طلقت سيف الحجاج من طرف القايد صالح قضى عليها إدتوا فيق الحبس ويحلي يدهزهم يعني شيء ما كان يتوقعوا جزائر نعم الجزائر كانوا هناك في ذلك الوقت لما خرجوا في البداية هو فقط العهد الخامس عندما جاءت هذه الضربة خليها في صراع عصاب خليها في صراع بين أعناصر عصاب خليها كما ترى سميها مشئ لكن الذي حدث أن الجيش أنذاك بقيادة القايد صالح ضرب يد من حديث ما الذي يجري ما الذي جرى بعد ذلك مباشرة الناس اللي كانوا رح يستفيدوا من مجلس رئاسي حركوا مباشرة الشارع لأنه كانوا عندهم صوت مسموع في الشارع وفي ذلك الوقت كان أسهل شيء أن يكون صوتك مسموع في الشارع تعال فقط تقول يرحلوا قاعوا ولا أنت خبت مع العصابات وكالشعارات هذه مباشرة رح يجي معك الشارع يرددوا شعاراتك أسهل شيء وهذا يحدث في كل الثورات يجي واحد هكذا مواطن بسيط يقول كلمة تصير شعار في هذه الأمر حردوا الشارع ضد القاعد صلاة وأنذاك كانت هذه الغلطة الأولى كانت هذه الرصاصة القاتلة في صدر الحراق اغتروا بالجماهير وكان من بين الأشياء اللي خلتهم يغتروا عندما ادعوا بأنه الشعب حرر الجيش وهذه غلطة كبيرة الشعب أعطى قوة للجيش ولكن الجيش كان أعراض هذه القوة ولذلك استطاع أن يحمي الشعب من قوات الأمن اللي كانت تحت أمر هذلك العصاب هذه الحقيقة ما يكن لاش مزايدات وأكاذين فروجوا للجماهير أنكم أنتم اللي حرتوا الجيش وأنتم لن تعودوا إلى بيوتكم إلا ويرحلوا جميعا ويروحوا قاع وما إلى ذلك من هذه الأمور فحركوا الشارع ضد القايد صالح القايد صالح أنذاك بدأ يتشكل طيار للانتقام منه من جماعة هذم اللي دخلهم الحباس وشفنا خالد نزار كيفاش من إسبانيا وجه رسالة إلى قيادات الجيش بضرورة التخلص من هذا الكابوس وكان يقصد فيه القايد صالح بضرورة التخلص من القايد صالح كانت رسالة واضحة وبينة عمر آخر أنه هناك حملة شعواء ضد القايد صالح أمر آخر طيارات معروفة بولاءاتها لأن القايد صالح ضرب ثلاث أشخاص يعتبروا يمثلوا واحد واحد الجزائر عميقة لا خليني نسميها بهذا الاسم في الاستخبارات توفيق في السياسة ويحيى في المار رب رب كان هذا أركان واحد المجموعة والمساس بها والاقتراب من سوريا حديقتها معناها الانتحار كانت ضربة قوية فضلا على ما قام به من جذور لهذه الجماعة داخل مؤسسة العسكري ترجمة نانسي قنقر